طيب كرة الدوري نعم كرة الدوري يعني طبعا النهاردة يعني حاجة منتظرة كرة الدوري وخصوصا بالشكل الجديد ده يعني خلاص احنا هرمنا عشان نزبط الدوري شوية أخيرا بس برضو هو أخيرا الغريب ان ما فيش معايد طب احنا احنا اهم حاجة اصلا معايد انت اصلا بتقولونا الدوري يبدأ تلاتين اكتوبر ينتهي تلاتين مايو أو يونيو تمام طب ماشي فيني معايد بقى طب انت عندك الجدوى البداية ونهاية قول ليه الموعيد على الألال الموعيد 17 مباراة اللي هو الاولى بس انت عملت القرى عليهم النهاردة ومناسبة عشان برضو كالعادة السوشال ميديا يعني غير الاهلوية بتطلع كلام اللي تشكيك اللي مغاد تشكيك فقال لك ده قال لك ده الاهلي مرتاح وفي زمالك هيخرج بره مع لا باكتر من الاهلي تمام هو برضو منحس نبدأ انا عندي مشكلة مع يعني المسؤولين على ستاد القهرة ان هما لديه من الاصل موافقين ان فيه خمس عنديا تلعب ستاد القهرة الراحز في فرعة الجدول يتقالي الاهلي في ستاد القهرة الزمالك ستاد القهرة مدرن سبورت ستاد القهرة زمالك الاهلي ستاد القهرة زد في ستاد القهرة بالضبط و haw legs them hei الجولات بالترتيب من اول الجولة الاولى بالضبط فاضل يعني فاذا احنا هنا عندنا لغش يا جماعة انتو ستاد القهرة ده تحفة اللي عندنا ده يعني اللي هو والحاجات التاريخية والواحد بيحب دايماً يتفرج على مباريات الأهل في السادة القهار طيب أنت ده وقت لازم يكون الأستاذ ده في أفضل صورة وأفضل نجيلة للعيبة عشان نقل صبات فأنت بتهلكه خصوان المنتخب برضو بيلعب سواء منتخب كل عمار السنة بالنشئين بالشباب بالأولمبي بالأول كل بيلعب حتى التدريبات بتلعب عليه فإذا أنت بتهلك الأستاذ وبترجع تقول بعد كده أنت بتغلقه للإصلاحات طيب وليه من الأول ليه أصلاً يكون فيه إصلاح ما تعملوا من الأول يحفظ عليه يلعب ناديين تالتا بالكتير مع المنتخب وتاريخياً هو الأهل الزمالك يلعب عليه أنا أتمنى يكون في كامل الجهزية قبل مباراة العين يا رب إن شاء الله نتمنى طبعاً نتمنى لكن تعقيده بس على الشميدة اللي كان بتقول أنه هو الخروج فالأهل والزمالك اللي اتنين هيخرجوا كل فريق هيخرج أربع مرات بس من القهارة ده في الدور الأول في الدور الأول هو 17 الجول اللي تالعنا لا أعتقد أنه يبقى نفس الكلام في الدور الثاني إذا ما يلعب على أرض في الدور الأول مع الفريدة هيجي الدور الثاني مثلاً آهل المتحاد لعب الدور الأول في اسكندرية دور الثاني مباراة في القهار بالضبط كده فالأهل هي لعب أربع مباريات المصري وفاركو والإسماعيل والحرس في برج العرب وإزماك يلعب سموحة المصري وفاركو برج العرب وغزة المحلة في المحل فما فاش أي يعني إيه مع أنه مدقرة عشوائية بس سبحان الله زبطت أن هي أربعة واربعة حبد الله عشان الناس اللي دايماً كل حاجة عندها أمر المظلومية والمؤامرة الكونية المؤامرة الإي آي يعني إحنا نروح لبقى مؤامرة الحاجة عامر اللي كان بيتهوم ظلماً بمؤامرة الأهلي ونروح مؤامرة الإي آي فعني حاجة غريبة جداً بصراحة